حي الله جال الخامة التنصب الآن داخل المفوضية الله أكبر والله الحمد هي مشاهد سرعان منفها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد سايح بعدما انتشرت بشكل واسع على أنها اقتحام لمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس لكن محللين يقولون أن مثل هذه التحركات قد تعرقل مسار الانتخابات المقبلة أعتقد سوف تحدث فوضى إذ لم تحدث الانتخابات في موعدها وأيضا إن حدثت الانتخابات في موعدها لن تكون مقبولة بحكم لا توجد قوة عسكرية أمنية تؤمن وتضمن قبول النتائج الانتخابات فسوف يكون الأمر صعب في الحالتين مع بدء العد التنزلي لموعد الانتخابات في ليبيا تزداد حدة الصراع بين الأطراف المتنافسة وتزداد معها الاضطرابات التي قد تعطل العملية الانتخابية اصلحت بعض المترشحين وأبرزهم حفتر وعاقيلة صالح من وصلحتهم تأجيل الانتخابات خصوصا بعد رجوع سيف الإسلام إلى السبق الانتخابات الرئاسية وأيضا رجوع عبد الحميد أدبيبة وهم يعتبرون من أقوى المنافسين في الساحة يطالب الكثير من الفاعلين بإجراء انتخابات برلمانية وتأجيل السباق الرئاسية بسبب ما تعيشه البلاد من أوضاع أمنية غير أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في تنظيم الرئاسيات التي ستفرز عن أول رئيس منتخب في ليبيا ترجمة نانسي قنقر